السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا مسابقة جديدة مقدمة من الاستاذ علي نجيب وهنحصل على عشر حسابات يدية لادات انتول وطبعا عشان بتحصل على الحسابات ديت او تحصل على حساب منهم يعني الشروط اللي انت تعملها اللي انت اه تعمل مشاركة للفيديو بتاع الخاص بالمسابقة تعمل مشاركة ليه يعني على جروبات الفيسبوك على قد ما تقدر وتكتب تعليق واحد تحت الفيديو اللي انا عايزه منك بس وتعمل مشاركة الاصدقائك اللي هم يخشوا على اللي انت كان بتاحت الفيديو يعملوا اه كومنتات على التعليق بتاعك تمام? كل ما يكتروا فيه الكومنتات دي انت كده هتكسب معنا ان شاء الله. علشان ان شاء الله اول من الفيديو ده بترفع هجيب اهدم ناس يعني هنزل من التعليقات تحت خالص هجيب اهدم ناس لحد فوق تمام? عشان ناس تبع عارفة. زي ما انا عملت كده في قرعة الاسلامي. يعني انا عايزه منك تكتب تعليق واحد وتتجيب اه كومنتات كتيرة على التعليق بتاعك. تجمع اصدقائك يخش كتبه تعليقات على الكومنت بتاعك انت. تمام? وطبعا الاكتر واحد هياخد التعليقات اكتر هو ده اللي هيكسب معنا من ضمن العشرة. تمام? دي شروط المسابع. مش عايز اكتر من كده. طبعا عشان ما طولش عليك وانخش على اجهاز الكمبيوتر ونشرح الاداة برضو بشكل مبسط كده. وطبعا زي ما احنا دي لو انت اول مرة تخش القناة مساش تعمل شكل القناة وتفعل زر الجرس. واعمل شير لاصحابك عشان غيرك يستفاد مساش تدعمل بلايك لو عجبك الفيديو. والنتاج على جهاز الكمبيوتر. هنبدأ نشرح الاداة بس طبعا قبل ما نشرح الاداة اللي عايزه منك. طبعا اللي انت تكتب تعليق واحد تحت الفيديو زي ما انا قلت وتجيب عدد كبير من الكومنتات على التعليق بتاعك. وطبعا تفعيل الاداة هيبقى سنتين. يعني لما تكسب عانا ان شاء الله هتحصل على تفعيل لمدة سنتين. وطبعا الاداة دي بتشغل على كهزة جهاز زي ما انا قلت كده وبين كل جهاز ستة ساعات. تمام? ده اللي انا عايزه منك. وطريقة التسجيل في الاداة ان شاء الله لو كسبت معنا انت بتسجل اسمي يعني وباسورد وببدأ افعالك لو كسبت معنا ان شاء الله. تمام? نشرح الاداة ونشوفها كده. طبعا الاداة بتبتح معك الوجهة دي ودي اخر اصدار اللي هي واحد ستة اربعة. تمام? ده اخر اصدار حتى الان. لو في تحديث طبعا بيطلب منك تعمل افضيل. طبعا ده قسم خاص باجهز السامسونج. يعني القسم منك كده كده كله تقدر تستخدمه لاجهز السامسونج. وطبعا في اقسام تانية. ده قسم تفليش. تمام? تقدر تقطع الفلاشة من هنا وتبدأ تفلش او تتخطى حساب جوجل للاجهزة القديمة من اول اندرويد خمسة لاندرويد سبعة. وانا الجهاز اه بتعمل يعني في وضع ووضع يعني جهاز يبقى على بصورت او وضع التفليش. يعمل يعني قراءة لبيانات بتاعت الجهاز. وهنا قائمة دي قائمة اه بتبتع اللي هي قائمة اللي هي قائمة الاختبار اللي هي مكالمات الطوارئ اللي هي نجمة شباك زيور نجمة شباك. وللاجهزة القديمة او اجهزة الحديثة تلات قوائم تقدر تستخدم وتخطى حساب جوجل وتبدأ تفعل من هنا عشان جالك الشعار اللي هي بتديه عاملية سماح. وهنا بتقيم في الحماية النوكس لو انت فعلت مكالمات الطوارئ. زي التبتل ما ده ستقيم في الحماية النوكس وكده. تمام? لو فتح معك وبتبدأ آآ تعمل اي عملية. وعشان الناس تبع عارفة هنرجع تاني كده. القائمة دي يا جماعة عشان انت معارفين ممكن تفلش ملف يوزر داتا. ممكن تفلش ملف يوزر داتا من خلال القائمة ديت. تمام? اي اختيار من دبسل اي بي مسلا تفلش منه ملف في اليوزر داتا. وبعد كده هتلاقي التابت فرما تبعيك. عشان الناس تبع عارفة. يعني انا ممكن افلش من فلاشة اللي مسلا تاب تي خمسة آآ زيرو خمسة ان حماية خمسة مسلا هنزول له ملف في اليوزر داتا. وابدأ افلشه في الاي بي ما فيش مشكلة. وابدأ الجهاز هيفلش معي. هيعمل زي فورمات لي الجهاز. ما انت بفلش يوزر داتا. وبعد كده بتعملوا ضبط مصر زي ما احنا معرفين. علشان المساحة تبقى كاملة. بزداد في التاب ده. وبعد كده بتخش على مكلمة الطوارئ. تمام? وبتريد تبقى ايه? الكود اللي هو نجمع شباك زيرو نجمع شباك. آآ وبعد كده هتفتح التفل النوكس آآ حماية النوكس يعني. اللي هي الاختيار ده. طبعا دي قايمة برضو في وضع تمام? كل قسم بيزهار لك كلمة بين قصين كده يعني جهاز يوقف على البصورد ووقف على حساب جوجل كده يعني. دخل الجهاز في وضع الدول لود تعمل ضبط مصنع تعمل قفل تقدر تعمل كمان بس طبعا ادي بي عن تبقى بفعل خيارات المطور ادي بي تبقى بفعل خيارات المطور تحزف حساب سامسونج لو انت مش عاكم تحزفه وجهاز شغال. تمام? طبعا بيتضيف اللغات آآ طبعا من اول اندرويت تسعة لحد تلابتاشر. كمان برضو في اجهزة ثانية من اول اربعة لحد تمانية. والدخول هنا في وضع آآ قصد وضع في وضع ادي بي تبقى خيارات المطور تقول وضع او وضع او وضع تمام? طبعا قسم ده خاص بعملية اصلاح للاجهزة ديت بس تجريبي تمام? لو الجهاز قطع منك طبعا ده من المعاجات وطبعا قسم خاص بالميديا تيك اللي طبعا عن طريق او عن طريق زرية تقفض الصوت على حسن ما هيقبل معاك او باللودر او الدول لود التفليش اجهزة الدول لود يعني على حسن ما هيقبل معاك الاجهزة اللي بتقبل تمام? وطبعا قوائم كتيرة زي ما تشايفين كده آآ من خلال القائمة دي وهنا طبعا ركافري ركافري معدل تمام? ودي قائمة خاصة بالقسم اللي خاص باجهزة الميديا تيك طبعا. طبعا بتفك وتقفل وتعمل 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 تقطع احميات المعالج وتعمل خروج آآ او اصلاح للوضع الريكافري لما يبقى داخل على وضع الريكافري لجهزة الميديا تيك تمام? وبعمل اصلاح الهيلس اللي هو خاص بالزاكرة. يعني بيشوف لك الزاكرة دي آآ كاملة آآ شغالة ولا فيها اخطاء. يعني عرفك الزاكرة دي اي سي زاكرة ولا سليم من خلال الاختيار ده. ضبط مصنع برضو امن وهنا برضو خط حساب جوجل كازا اختيار وهنا بيصلح آآ بيعمل اصلاح للجهاز يبقى واقف على رسالة تمام? وببدأ يعمل اصلاح لها. زل الموجودة في اداة طول وهنا بيعمل مسح لحماية آآ الخصوصية الاختيار ده. تمام? وهنا بيعمل بيعمل مسح لحماية يعني كزا اختيار ايه لجهزة او جهزة السامسونج بتطلب بصورد للحاجات دي زي كانها شغفرة كده يعني بيبدأ يفكها من خلال الاختيار ده. وضع الميتة مود طبعا احنا عارفينه بيعمل ضبط مصنع برضو نفس الكلام لاجهزة تقدر تعمل تخطي آآ لاي عملية انت عايزة في وضع الميتة مود. طبعا الجهاز بيبقى مغلق وتوصل الجهاز يبدأ يخش في وضعات اسمينا الميتة مود. اما تضغط على زر تعلية الصوت وقفض الصوت على حساب ما يقبل معك. طبعا هنا زي بيعمل آآ قراءة زي كده بتاعة الجهاز. تمام? آآ هنا برضو آآ زي ما تشوين كده فضع الفورمات وتقدر تعمل برضو مسح بيانات بدون حسف بيانات لاجهزة زي اجهزة اوبو كده. في كزا اختيار البيرة. تمام? كزا اختيار اللي احنا كنا شرحنا قبل كده في ادوات. وضبط مصنع برضو. يعني كزا حاجة هنا ممكن تكون بدون حسف بيانات. تمام? هنا قسم خاص بعمل من فلاشة سكتر. تمام? عمل لو ضغطنا هنا كده. زي بيعمل للفلاشة بيعمل بيكب لي آآ تمام? كزا اختيار. يعني كزا اكتر ممكن تستخدمه من خلال اختيار ده. تمام? في القسم الخاص بالميديا تيك. تمام? طبعا ده اقسام طبعا بتدخل الجهاز على حسب الوضعات اللي انت عايزها تستخدم موضعات ايه ولا آآ ميتة ولا على حسب انت ما عايز تمام? تجرب وهنا طبعا قسم خاص انت في جهاز في وضع الفلاشات اللي هي اسكتر يعني وضع اللي وجهازه يبقى مغلق. تمام? وهنا طبعا تقدر تعمل ضبط مصنع بدون حسف بيانات كزا اختيار. بس طبعا الطريقة دي عشان الناس تبع عارفة كده. آآ يعتبر الاجهزة النوكيا زي ما هو كاتب لك كده برضو بيقبل معك في اجهزة النوكيا بدون حسف بيانات. تمام? دي معظم الاجهزة الزراير يعني. تمام? الاجهزة القديمة زي ما هو كده بكده. وهنا طبعا برضو الاجهزة اللي هي خاصة آآ زي الفينيكس والتيكنو زي ما انش من كده والفيفو. وطبعا هتلاقي فيه موديلات تانية ايه? تمام? تقدر تعمل بقى ايه? تعمل زي تخط حساب جوجل كزا بطيار. وتعمل اي عملية انت عايزها من خلال القايمة. طبعا دي خاصة وطبعا هو نفس الكلام تخطى اجهزة فيفو اللي مكتوب المعالجات دي بس. تمام? والهليو بيه خمسة وتلاتين. تمام? والجي خمسة وتلاتين. وطبعا دي اجهزة برضو بتختار اي شركة من هنا. تمام? وتختار برضو اي عملية انت عايزة تحزب حماية تمام? الاجهزة اللي بتجينا. وهنا طبعا قسم خاص بتخط حساب جوجل بس عن طريق فتح صغرة المتصفح. تمام? دي بتاع صغرة المتصفح. وتفعل بعد كده برضو لاجهزة تمام? القسم ده مهم جدا. لاجهزة يعني بيبقى جهاز واقف على حساب جوجل بتضغط على تلات تلات زرار مع بعض. دلوقتي عالية ستقفض الصوت مع البور مع بعض كده وتضغط هنا. يبدأ ايجي لك شعار تدي له صلاحية السامع. هي دي الصغرة المفتاحها وبعد كده هو بيبدأ يفعل تمام? دي الاجهزة ايه معالجات معالجات دي الصغرة بتاع تلات تصغير مع بعض وتضغط على المرة واحدة. تمام? ويكون ضغط هنا. ودي طبعا زمان قلت فاتح صغرة المتصفح. هنا وضع الاجهزة ايه? الاجهزة اللي مش شايفين تضفوا اجهزة كتيرة اهيه. يعني بص يعني ضيف لك حد اجهزة شاومي والهواوي تريد تستخدم اي جهاز من ده كده. اه معالجات او على حسب ما بيظهر لك اهو ده كهاز طبعا ده يعني قسم شامل اجهزة طبعا سامسونج ده شرحنا قبل كده كابل معدل ممكن برضو تعمل اي عملية من الاجهزة دي برضو تمام? او تضطر تعمله تمام? طبعا ده كده القسم اللي انا بتكلم عليه قسم طبعا قسم خاص بدافليش برضو اجهزة طبعا هنا بزي بعمل كده مسلا وتبدأ تحزف ملفات من الزكرة. طبعا ده ده المعالجات تقدر تختار اي جهاز من ده. مسلا وتبدأ تعمل ايه بقى? تخطي حساب جوجل او عمل ضبط مصنع. تمام? او تفعيل ادي بي اللي انا كلمت عليه برضو موجود هنا ان انت تتضغط احتلالة بيبدأ يفعل ادي بيه. تمام? وضع الدياج برضو تريد تعمل ايه بقى? ضبط مصنع برضو نفس الكلام كذا افتيار او تعمل وطبعا تقدر تخرج من وضعات الدياج آآ من هنا لو داخل وضع الدياج وطبعا بتفعل الدياج من هنا كذا افتيار الوضع الدياج. وبيعمل ضبط مصنع في وضع الدياج برضو ممكن ينفعل اجهزة الزراير برضو عشان ناس تبعار. تمام? طبعا لو طلعنا فوق تاني كده اجزة شاومي نفس الكلام تخطي حساب كوجل لآآ ميديا تيك وكوالكم تمام? للاجهزة الجديدة. تمام? وضع اختيار تاني برضو بيتخطى حساب آآ شاومي. تمام? اللي اجزة كوالكم. تمام? وكمان بعمل مسح آآ ملف تمام? آآ طبعا بيعمل وبعد كده ممكن يعمل لك اصلاح للشبكة. يعني تمام? او يحلك مشكلة في ملفات الشبكة. تمام? بس طبعا واحد ما بستخدمه عشان ممكن تضيع الشبكة عشان ناس تبعار في اجهزة بتزبط في اجهزة ما بتزبطش. تمام? وهنا ويبدأ تمسح ضبط مصنع. قراءة البيانات. دخول الجهاز عادة تشغيل الجهاز. آآ قسم طبعا ده اللي نعم بتكلم عليه ده قسم اللي هو خاص بخمسة. يعني الاختيار ده لازم بتاع التليفون بتاعك اصدار خمسة عشان تبقى عارف. اللي احنا شرحناه قبلك. اذا تعمل اي اختيار من ده. تمام? طبعا ده قسم خاص بالاندوريت تقدر تعمل بقى ايقاف للتحديثات شاومي سامسونج آآ اه في النوكس اجهزة سامسونج. آآ تقدر تعمل تخطي حساب كوجل اجهزة القديمة الجهاز بس تكون فعلا تقدر تعمل اي عملية انت عايزها. تقدر برضو تعمل آآ تخطي آآ تعمل الفيروس اللي بيبقى موجود على الاجهزة الاندوريت. تمام? يعني كزا اختيار تقدر تستخدمه الاختيارات ديت. وكل اختيار مكتوب وظيفة ايه. تمام? طبعا الااداف بتدعم عرب وانجليز عشان الناس تبقى عارفة. آآ هواو برضو نفس الكلام. آآ ده عن التستبوينت او بتوصلوا آآ طبعا بس معظم معالجات الكينة عشان تبقى تستبوينت. بس في احيانا تستبوينت لازم بتعمل كابل معدن. عشان تبقى عارف. كنت شرحوا في القناة عندكم. برضو بتعمل اي عمليا من العمليات دي. تخطي حساب جوجل على حساب ما يقبل حساب هوا اي دي. تمام? هنا برضو آآ حساب هوا اي دي تقدر تعمل قبل ما تعمل عملية دي. تعمل بتستعادي الملف ده. لو قدر الله حصل حاجة تستعيد الملف. ده مهم جدا قبل تخطي حساب هوا اي دي. لازم تتأكد من حتة دي. طبعا ده برضو تقدر تتخطى تفعل آآ لاجهزة هواوي اللي احنا شرحناه قبل كده لحد اندروي التماني. بيفتح آآ بعد كده توصل الجهاز ويبدأ الجهاز يعمل اعادة تشغيل يفتح تاني. بعد كده يجريك رسالة سماح. ده بل معاك الصغرة دي في الاجهزة اللي اخيرة اندروي التماني. تمام? هنا برضو قسم خاص استخراج ملف اي بي بي. تمام? اه معالجات كرين استعمال استخراج. يعني ممكن حوالك اي اكس اه اي اكس ام ام اكس ام ال او استخرج ملف بطريقة تانية ترتفلشها على طريق الاداة او عن طريق ادوات تانية. وهنا برضو بستخرج ملف آآ برضو بيحول ملف الاكس ام الاكس ام ال. تمام? آآ هنا برضو بيحول الفلاشات اللي هي او الو او اف بي. تمام? استخرجها برضو بصيغة آآ اسكاتر او صيغة اكس ام ال وتستخدمها برضو وتفلش. عشان الناس تبقى عارف. آآ طبعا هنا برضو قسم خاص بعملات الام تي كي. آآ ملف برضو تختار ملفات هنا خاصة بعملات البوت. تمام? هنا برضو فضع الفاصل بوت. زي ما انتم شايفين كده تستخدم اي عملية انت عاملينها عايز تعملها من هنا. زي برضو اصلاح مشكلة دي ام لما بيجاز واقف. اه تخطي حساب جوجل فاكل بوت لودر عمل تخطي حساب جوجل اجهزة المعالجات تقدر تعمل عاية عملية. تمام? دي كده الادوات اللي احنا شرحناها. وطبعا آآ في قسم هنا تاني عشان الناس بعارفها ده قسم تختار اي جهاز تعرف بتاعه وتقدر كمان تعرف طريقة استخدام الاجهزة هوا والاجهزة الملعومة هوا. تمام? طبعا عشان تختار اللغة عشان تختار اللغة. ممكن مسلا تضغط هنا كده وبعد كده بتظهر عربي او انجليز. بتختار هنا عربي او انجليز وتضغط هنا. وبتظهر لك طبعا انت بفعل معنا بتظهر لك التاريخ هتنتهي امتى التفعيل بتاعك? تمام? دي شرح الاداة. وطبعا الاداة بسيطة جدا وطبعا بتحتاج انترنت يبقى متصل هتشتغل معك. بتحتاج انترنت متصل عشان تشتغل معك. تمام? هنا لو عاية تثبت التعريفات. تثبت اي تعريفات وعمل اصلاح مشكلة الشاشة الزرقة اللي انت مسلا بيبقى سبت تعريفات خاطئة. بيبدأ بعد كده يحزف لك ايه تلاقي الجهاز جاب شاشة الزرقة اول لما توصل الجهاز. بعمل اصلاح لها. يعني عندك قسم خاص بالتعريفات داخل الاداة. يعني حاجات حلوة. وهناك قسم خاص بالشرحات. يعني انت لو مش عارف مسلا اه حاجة في الفيديوهات دي. اه مش عارف حاجة مسلا في حاجات معينة هتلاقي في شرحات هنا لاجهزة تلاستفاد منها. عشان الناس تبعى عارفة. ده شرح الاداة وشرح مبسط. تمام? وطبعا زي احنا متعودين اه لو عجبك الشرح بتاعي ما تنساش تعمل شرح للقناة وادفعل زر الجرس وعمل شاء الله صحابك عشان غيرك يستفاد. وتنساش تتعمل بلايك لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته